حياكم الله و مشاهدين في حوار المساء لا شك أننا عندما نرى حادث أي أن كان مروري أو غيره فإننا نتألم و نتأثر و ندعو الله سبحانه و تعالى أن لا يصيب أحد بمكروه ولكن ما هي الإمكانية لتدخلنا في حملية الإسعاف إذا أضطر طبعا الأمر و إذا امتلكنا معلومات كافية و تدريب عن الإسعافات الأولية هنا نسأل هل من الواجب تدخل في كل حالة تستوجب إسعاف أم أننا نترك الأمر للمسعفين يأتي هذا الموضوع في ظل تأكيد قيادات تنفيذية في قطاع الرعاية الصحية على أهمية توعية المجتمع بثقافة الإسعافات الأولية كونها تساعد على إنقاذ أرواح المصابين و المرضى بينما أيضا أكد مسعفون لصحيفة البيان مؤخرا أن الإسعافات الأولية ثقافة غائبة تقلل فرص إنقاذ المصابين و المرضى و اليوم نحب أن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ زيد المعمري رئيس شعبة إسعافات الموانئ بمؤسسة إسعاف البيان الله يخليك أخوي تسلم أنا أعتقد أن البرامج هذا يقدم أشياء طيبة للمجتمع و هذه من المواضيع الهادفة التي أنت ركزت عليها و إن شاء الله أنها تخدم المجتمع أكيد طبعا نحب بندخل إن شاء الله و إياك أسئلتنا كثيرة عن الموضوع و توعية المشاهدين يكونوا من خلالك إن شاء الله لكن عقب تقرير عادنا إن شاء الله حاضرين الله أحمدك إذن مشاهدين تقرير و نعود مع الزيد تابعونا تشكل معرفة الجمهور بأساسيات الإسعافات الأولية عائقا وتحديا كبيرا أمام مؤسسات الإسعاف الوطنية فعلى الرغم من سرعة استجابة وحدات الإسعاف في الدولة للحالات الطارئة إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة نشر ثقافة الإسعاف بين الجمهور خصوصا وأنه في غالب الحالات قد تتوقف حياة شخص بأكملها على مساعدة بسيطة من أحد الموجودين بقربه ومن هذا المنطلق فقد طالب مواطنون بضرورة نشر ثقافة الإسعافات الأولية بين مختلف شرائح المجتمع منتقدين غياب هذه الثقافة عن الكثير منهم والتي يسهم امتلاكها في إنقاذ حياة الكثير من المصابين عبر تدريب مسعف واحد لكل أسرة وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية كما طالبوا بتدريس منهج الإسعافات الأولية في المدارس وجامعات والاستعانة بمدربين ذوي خبرة وكفاءة لتدريب العمال على مبادئ الإسعافات الأولية وإجراء تدريبات عملية لطلبات المدارس وعدم اقتصار المعلومات على الجانب النظري يعني نصيحتي بس اللي أبا قوله أنتوا لازم تكونون وياننا في أورسايت إذا تبعون تكونوا وياننا تساعدونا افسحونا المجال ردينا طبعا أستاذ زيد عدنا يعني الحمد لله نحن بشكل عام أكيد عدنا مقاومات كبيرة جدا في دولة الإمارات من ناحية الإسعاف فخبرنا عن هذه المقاومات بشكل عام الحمد لله الحكومة الرشيدة إن كان ما قصرت في هذا الجانب عدنا الإسعاف دبي والسدبي خدمات الإسعاف في إمارة دبي وعدنا الإسعاف الوطني في جميع إمارات الدولة عدنا طبعا أتكلم عن مؤسس دبي خدمات الإسعاف عدنا ست خدمات رئيسية نقدمها للمجتمع عدنا الإسعاف الطارئ خدمة الإسعاف الطارئ عن طريق الاستجابة لحالات الطارئة عدنا خدمة الإسعاف الغير طارئ اللي هي نقل المرضى عدنا خدمة الفعاليات تقطية الفعاليات في إمارة دبي عدنا خدمة الترخيص نرخص المنشآت اللي تقدم الإسعاف يعني مثلا عدنا مستشفى خاص وأن هذا المستشفى عنده مركبة إسعاف هذا الإسعاف لازم يكون مرخص من عدنا كذلك إذا في معهد مثلا يعطي دورة في الإسعافات الأولية هذا المعهد لازم يكون مرخص من المؤسسة عدنا خدمة التدريب نقوم بتدريب الموظفي الحكومة والشبه الحكومي على الإسعافات الأولية وعدنا كذلك اللي هي التوعية المجتمعية نوعي المجتمع بأهمية الإسعافات الأولية عن طريق المدارس والجامعات أكيد طبعا هناك أكيد واجب مجتمعي إسعافي نحن نقدر نقول فيه لابد أن يكون يرم فيه كل شخص يقطن فيه هذه الدولة ما هو هذا الواجب؟ نشوف الإسعاف يمكن يمس الجانب الإنساني في حياتنا نعم أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا للمجتمع أنهم يتعون أكثر في موضوع الإسعافات الأولية لماذا؟ لأننا نحن معرضين أن نحن نصادف أي حالة أو أي موقف أنت ممكن تواجه في بيتك يمكن في الشارع يمكن في الدوام فحلو أنك أنت تعرف تستخدم أو تعرف تتعامل مع هذه الحالة نعم بلا شك عندنا في البيت الأطفال تعرف ما شاء الله أي حركة بسيطة ممكن يسوونها تأذيهم تأكلون شيء ويمكن يطيح من فوق فلو أنت عندك هذه المهارة على الأقل ما بنقول أمية بالمية يعني عشرين بالمية ثلاثين بالمية كيف تتعامل مع هذه المهارة؟ كيف تتعامل على الأقل مع كل حالة طارئة فأعتقد أن هذا شيء يعني ضروري في المجتمع يعني واجب المجتمع بشكل أو بآخر أن يكون ملم بتفاصيل الإسعافات الأولية على قدر طبعا معين وليس طبعا إلمام كامل نعم وهذا لا أثر عليكم أنتم شخصيا أيضا في مساعدتكم من خلال الإلمام أن شخص يعرف متى عليه أن يتوجه إليكم أو متى يستغير ويطلب الإسعاف؟ نعم صحيح أنت في البداية إذا واجهت أي حالة طارئة وحسيت أن الموقف وايد يعني محتاج تدخل إضافي فأتصل في ثلاث تسعات أكيد اللي تقدر عليه تسويه مثلا شخص مغم عليه يمكن فيه إجراءات معينة يمكن أن تسويها تنقذه ولكن أنت من خلال تقييمك للوضع إذا كان الحالة هذه يعني محتاجة فعلا مثل ما قلت لك تدخل أدفانس يعني تصل في الإسعاف الإسعاف يوصل وإن شاء الله يتخذ اللازم يمكن في نفس الموقع أو يمكن ينقلونها للمستجمع طب علمنا سابقا أن في بعض الحالات ممكن أنتم من خلال التليفون إذا ما رأيتم أن الحالة تستدعي تدخل مباشر من الشخص تعطونها أو تدلونها وإذا شفتوا الشخص عند القدرة على التلقي والتصرف تبدؤون أن تعطون تعليمات لما توصلون صحيح نحن عندنا في المؤسسة هذا السيستم عندنا في قسم الأرسال الطبي أنت متصل ثلاثة ساعات تبغي إسعاف أو شي يسألونك وين المكان شو الحالة وكذا يأخذون منك هاي البيانات الأولية بعدين بعد ما تبند بدقيقة طبعا إطار شولك الإسعاف بعد دقيقة أو دقيقة ونص نتصل فيك مرة ثانية نسألك شو عن نوع الحال أو شو تشوف جدامك وشو لازم تسوي شو التعليمات اللي أنت لازم تسويها إذا شخص مجروح شخص في كسور إجراءات بسيطة نقول لك مثلا أرفع ريلا مثلا تشوف نزيف حاول يعني أعطيك تعليمات أنت لازم تتبعها في هذه الفترة يكون فريق الإسعاف متوجه إلى مكان في هذه الفترة يكون الإسعاف وإيضا يتم ما يحصل هناك أنتو تزودونها للإسعاف خلال ذهابهم ولا هو شخص يدلي بما قام به للإسعاف أولا يصلون ما أفهم زوالك أنتو أعطيت تعليمات لهذا الشخص واستجاب وقام بعد الهاي بعد الاتصال من هذا الشخص هل تتصلون مرة ثانية بالإسعاف بفريق العمل اللي رايحين أكيد ما تخبرونهم شو اللي صار من بينه نتصل في الإسعاف مرة ثانية ونخبره ترى الحالة اللي أنتو ساري لها بالتفصيل يعني طبعا بعد ما نأخذ البيانات الأولية أن الحالة هي كانت كذا نعطي معلومات إضافية للمسعفين ترى الحالة هي كذا 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 لماذا؟ لأن المسعفين لازم يكون جاهز للحالة اللي راح يستقبلها يمكن في البداية أنت يم تتصل بها تكون في حالة دعر تتصل بها تقول لدي حالة شخص طايح ولكن بسرعة بسرعة هنين نطرش الإسعاف بس شو تفاصيل الحالة هاي يمكن ما نقدر نأخذها إلا بعد الاتصال الثاني نسجل البيانات كلها هاي ونخبر المسعفين ترى أن تساري الحالة الفلانية طيب رؤيتكم بشكل عام هل في غياب للتوعية أو غياب للثقافة للإسعافات الأولية بناء على زياراتكم المتعددة وأيضا ما يحصل في الشوارع والله يشوف فعلا الإسعافات الأولية يمكن أهميتها وثقافتها هي غايبة عن المجتمع نحن نحاول في المؤسسة قدر المستطاع أن نحن نوعي المجتمع قتلك عن طريق قسم التدريب المهني وقسم كذلك التوعية المجتمعية التدريب المهني يقوم بتدريب الموظفين الحكوميين والشبه الحكوميين يعني نعطيهم دورات إسعافات الأولية والتوعية المجتمعية نوعيهم بأهمية الإسعافات الأولية هي هاي الثقافة فعلا غايبة ويمكن أنا أعتقد أنهم سببين لهذا الشيء السبب الأول أن الناس ما تدرك أهمية الإسعافات الأولية أنت مثل ما قلت لك في البداية أن أنت في البيت معرض أنك أنت تتعرض لأي موقف يعني طارئ المفروض تكون عندك خالفية بسيطة عن الإسعافات الأولية والسبب الثاني يمكن أن الناس يمكن أن تحصل في واي دراس يمكن عندهم هاي المهارة بس يخافون يدخلون في الحالات الطارئة ليش؟ لأن يقول لك القانون يمكن يحاسبني لو أنا ارتكبت أي خطأ أكيد فيمكن هالسويا أعتقد أنه تخلي الناس أنه مبذيك الدراية الكافية بالإسعافات الأولية طيب الآن عندنا نحن أكيد تعليم الإسعافات الأولية لابد أن لها طريقة معينة أو فعالية أو في برنامج يتبع نعم صحيح شو الطريقة اللي أنتو تعلمون بها الإسعافات الأولية؟ نحن طبعا عندنا عندنا في المؤسسة نعطي دورات يعني للموظفين نزقرهم يون عندنا الموظفين الحكوميين نعطيهم الدورات طبعا لازم نحن مبس مسألة أنك أنت تحضر نعطيك شيء نظري لا لازم تهناك في أشياء دمى أنت لازم تطبق شيء عملي يعني نظري وفيه عملي وفيه امتحان عندنا كذلك مبس نزقرهم عندنا في المؤسسة نحن نروح لهم وما نقتصر على إمارة دبي نروح للإمارات الثانية عندنا في حتة بوظبي الشارجة عيمان راس الخيمة اليوم أنا طالع من الدوام شفت أحد المدربين داخل المؤسسة ممكن ساعة ثلاثة الظهر فقال لي قلت له بوسيف موين ياه؟ فقال لي والله يقول لي ياه من بوظبي كان عنده دورة دورة الدين وماشاء الله قلت والله يعطيكم العافية أكيد طبعا أنتم تشتغلون بشكل كبير في عملية التوعية وأيضا يمكن كثير منها أتفضل حاولنا أن ندخل هذا منهاج الإسعافات الأولية في تعليم الصغار يعني يكون في المنهج هو صغير هو توى بادي صفى أو المنهج يكون عنده عنده دراية يكون في حصة منهجة ولكن هذا الموضوع محتاج أكثر يعني شغل أكثر نتمنى أن يكون مضافي نحن نعاشد صراحة أكيد يعني قالتنا وشيوخنا ما يقصرون هذا موضوع جدا مهم يمكن أن تغذية هذا الطفل منذ الأساس لما يكبر يوصل هو إلى مرحلة دكتور هو ما يدري أطيق من العافية طيب أهم فيه لو تخبرنا عن الحالات اللي ممكن الشخص أن يدخل فيها على سبيل المثال هناك حادث في الطريق لأنها أكثر الحوادثة تكون شوي فيها صعوبة في التدخل حوادث السيارات وخلافة هناك حادث سيارة هناك أشخاص خارجوا السيارة بعضهم على الأرض بعضهم متكيين أو بعضهم جارسين كيف ممكن للشخص العادي قبل أن توصل الإسعاف أن يعرف أن يمكنني أن أتدخل أتعامل مع هذا الشخص أو أتركه في حالك شوف هذا السؤال وائد مهم الصراحة أكيد توصل أنت مكان حادث أو مكان شخص مثلا مغمع عليه أو شيء أنت قيم الوضع أو شيء هل المكان آمن أو لا وتحس هل الشيء الذي تريده فيه جدامك هل فيه شبهة جنائية أو لا هذا مهم جدا حتى نحن كمسعفين يعني يحاصلون على هذا الشيء إذا فيه شبهة جنائية لأنك أنت لو تدخلت في أي حالة شبهة جنائية يعني يسألونك أنت ليش خربت أدلة الشبهة هاي فأنت مثلا وصلت حصلت إذا الشخص واعي فيه وعيه تقدر أنت تتكلم تقدر تسأله شو فيك شو ما فيك إجراءات بسيطة ممكن أنت تسويها تنقذها مثلا شخص مثلا يالس ينزف ينزف بغزارة يعني إجراء بسيط شو تسوي لأنك أنت توقف النزيف حسنا صحيح تحطيها مثلا على مكان الجرح هذا و تنضغط إذا تشوف النزيف بعده مستمر تنضغط زيادة لا تشله زيادة 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 أكيد و تجعله ينام و ترفع ريلا عشان تحافظ على الدور الدموية وأن الجسم لا يتعرض لحالة صدمة الصدمة التي هي الشك فمثل ما قلت لك لو كان الشخص واعي تقدر أنت تتواصل معه لو كان مغمى عليه هنا السؤال إذا شكيت أنه شبهة جنائية حاول أنك لا تدخل شو أخصب شبهة جنائية ممكن أن نشاهدين إن الشخص مطعون شخص تعرض لجريمة قتل إذا أنت تحس أن الوضع يعني أنه ممكن أن يكون فيه شبهة جنائية ابتعد عليك بالإبتعد ولكن إذا تشوف أن شفت الشخص هو طع حزته شفته تقدر تدخل وطبعا لازم تكون عندك ثقة في النفس أكيد طبعا يعني ما تدخل تسوي أي شيء صحيح إذا أنت ما عندك خلفية كاملة أو خلفية عن طريقة الإصعافات الأولية وتحس أنك بتأذي لابد عليك أن تتقهقر ببساطة يفضل أنك تبتعد إذا نحن عندنا مقابلة نشوفها ونرد نكمل مشاهدينا طبعا على هامش تواجدنا في مؤسسة دبي لخدمات الإصعاف أجر الزميل علاء الأول للقاء مع إحدى المسعفات من طاقم العمل وطبعا نتطرق معاها إلى ثقافة الإصعاف لدى المجتمع وغيرها من الأمور نتابعوا إياكم أول شيء كوني امرأة هتحدي ثاني شيء كوني مواطنة من الدولة هتحدي ثاني لأن أنت فاهم كيف مجتمعنا كوحدة تشتغل في الميدان تحت الشمس وحتى سالفة ما نلبس العباية يعني صح أن أنا بالشيلة بس بعدنا نحن في مجتمعنا أنه لازم نلبس العبا فهذا مثل تحدي بس لا نحن لازم نغير نظرة المجتمع لنا نحن لازم نراوي المجتمع ترى أنتم محتاجين بعد أن نكون في الميدان أنتم محتاجين مصعفات مواطنات تكونوا في الميدان الإصعاف نحن بنحاول قد ما نقدر نعالجك نخليك حالتك مستقرة لما نوصل المستشفى أنت لما تركب الإصعاف قدر الأمكان العلاج المناسب نسمي برويحصبت الكير العلاج المناسب الذي يلزم قبل ما نوصل المستشفى أهم شيء حق المريض نوصل له من وقت ساعات نحن ننزل أنا ما عفوين المريض وعر ما عفوين المصاب أشوف بس ناس يعني حتى ما يركزون علينا نحن أننا وصلنا يعطونا مثل ما يقلون يفسحون المجال لا تبوننا نوصل حق المريض نعالجه بسرع وقت نشلا نودي المستشفى خاصة إذا كانت حالة متوسطة إلى خطيرة أنتو لازم تفسحون المجال في أشياء ممكن يساعدون الناس فيها المرضى أو المصابين بس في أشياء لا يكون العكس يسببون ضرر أكثر خاصة في حوادث الصين إذا هم ما عدهم المعلومات ترى بالعكس ممكن يسببون ضرر عسابتين نحن شو مهمتنا جانب مهم من مؤسستنا أن نحن نوفر شو مثل ما يقول حملة توعوية طبعا أعطيها العافية ما شاء الله عليها ربي يحفظه إن شاء الله الأخذ بشاير ما شاء الله عندنا من الموظفات المتميزات ما شاء الله عليها في المجال الميداني ما شاء الله عليه طبعا هو هذا الشخص يوم يحب الشيء ويبغي يقدم شيء إنساني للناس ما يقصر فيه طبعا نحن زيد عرفنا أن عندك موقع على الإنستجرام تتحدث من خلاله بعض تدريبات عند الإسعافات وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي خبرنا عن هذه المبادرة المبادرة هذه حساب في الإنستجرام باسم أنا مسعف ليش أنا مسعف أنا مسعف وأنت مسعف نعم الفكرة أنه طرح سيناريوهات عن حياتنا العادية اليومية أنك أنت مثلا يارس في البيت بلبسك العادي صار لك أي موقف طارئ كيف أنت تتدخل بإجراءات بسيطة نزين وشرح بسيط تحت ليش فكرت بهاي أو ليش طرحت هذه المبادرة لأن ما شاء الله يتوجه الناس كلهم على السوشيال ميديا فكان قبل الإنستجرام 15 ثاني الحين دقيقة ما شاء الله الحين دقيقة فأنت المتلقي ما يحب أنك أنت تشرح لأنك عسافات الأولية بفترة طويلة أو خمس دقائق دقيقة وحدة أتوقع حين حلو أنك هي مقبولة تشوف شو الأجراء أو شو هي الحالة الطارئة و شو الأجراءات في الصحيحة أنت لازم تسويها ماذا نجاح نعمل هذا؟ الحمد لله لاقيت ردة فعل من الجمهور طيبة الصراحة و الحمد لله أستانس يوم يكتبوني إذا كالله خير شكران فعلا نحن محتايين مثل هذه الحسابات مثل ما قلت لك الحكومة يمكن تعبت علينا في هذا المجال صرفت علينا صراحة مبالغ كبيرة أنها تطلع شباب مواطنين مع الشابات فنحن نبدل لهم شيء أو الرد للحكومة والرد للمجتمع شيء بسيط أنه ممكن نحن ننقل لهم هاي المعرفة و مثل ما قلت لك في البداية كذلك أن هذا العمل إنساني إذا أنت ساهمت في إنقاذ شخص يعني كان متعرض لحالة طارئة أو لهذا أكيد لك الأجر من عند الله سبحانه وتعالى و راح تحس و الله راح تحس براحة كبيرة بعد ما تقدم هذا العمل يعني إذا قلت لك تقول كلمة أخيرة في هذا البرنامج أنا بقول إن إذا شفت السعاف في الشارع بشغل الونان والهاتراء يعني ما فيه أي وصخرة في الموضوع حاول قدر المستطاع أنك تفسح المجال لأنهم يأنهم التجهين لحالة طارئة أو أنهم شعلين حالة طارئة و متوجهين للمستشفاء و كذلك بقولهم حاولوا قدر المستطاع أنكم تتوعون في مسألة السعافات الأولية تكون عندك خلفية بسيطة وتعبوا حسابنا والله أحبك شو تقول حق اللي شوفون الإسعاف فاتح درب و يلحقونه وراه لا هذا التصرف صراحة أنا أعتقد أنه تصرف غير لائق جدا لأنه يدل على الأنانية أنت هذا الإسعاف قدر المستطاع تحاول تفتح للمجال وهو خلاص متولات لا يتوجهون و يمشي وراه على ساس أن الإسعاف يفتح لطريق أنت ما تعرف الإسعاف من أنت بيوقف والإسعاف إن شاء الله سيارة كبيرة لا ترى الجدا لا ترى فعلا العمل غير لائق و نتمنى أن الجمهور لا يسوي هذا الشي و الله يوفق أكيد دعوة لك إن شاء الله يا رب دعوة للجمهور أنهم يكونوا حادرين أولا و من ثم العمل على حماية الإنسان و حماية أنفسهم في البداية شكرا لك الله يحبه الله يحبه الله يحبه مشاهدنا كل الشكر لأستاذ زيد المعمري رئيس شعبة إسعاف الموانئ بمؤسسة إسعاف دبي كان هذا حوارنا اليوم في حوار المساء دقائق و نلتقى و إياكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل